الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في إداوتك قال قلت نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور وواه أبو دابود وزاد أحمد والترمذي فتوضأ منه من ذلك الماء الذي كان في الأداوة في الظرف من الجد قال الترمذي أبو زيد مجهول قال البغبي حديثه غير ثابت وأقول ولكن المسألة ثابتة فكان الماء الصافي نبذت فيه تمارات فكان ماء طيب يشرب ويتوضأ به وليضر جهالة أبي زيد جواز استعماله فحديث أبي زيد عن عبد الله بن مسعود عن ليلة الجن كان فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمل معه ماء للشرب ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجن وترك ابن مسعود في مكان بعيد فلما رجع من لقاء الجن سأله ما في أدعوتك هو الإناء الصغير من الجلد الذي كان فيه الماء قال نبيذ يعني الماء الذي نبذ فيه تمرات ليحلو الماء بعض الشيء فماء ألقيت فيه تمرات ليحلو فقال صلى الله عليه وسلم تمرات طيبة وماء طهور فالماء طهور والماء ليس لزيجا الماء سيان ويستعمل للشرب ويستعمل للوضوء كذلك فليس في الحديث شيء مما يستغرب وللنبيذ حالات وكان الماء طيبا يصح به الوضوء ويهنأ للشرب ولكن هنا وفي مثل هذه الأحاديث تقوم قيامة الحرفيين الظاهريين الخائضين في الأسانيد الذين كل نظرتهم في الإسناد من هو مجهول من غير مجهول من كذا ومن كذا المتن لا بد أن ننظر فيه أولا إذا كان المتن مطابقا للآيات القرآنية أو مطابقا للأحاديث النبوية الصحيحة فلا يضرنا السند سواء كان صحيحا أو حسنا أو مقبولا أو كان ضعيفا لأن المتن متن صحيح فقامت هنا قيامة الخائضين في الأسانيد والغريب أنهم يقبلون الماء الذي فيه النجاسات والقاذورات ويجهدون أنفسهم في إثبات طهارته وقبوله لأنه ماء بيري بضاء ولأنه ماء القلتين فلا يضر أن يكون في ماء القلتين غائط أو بول لأنه لم يتغير لونه وطعمه وريحه ويكفي ذلك وإن كان فيه نجس وإن كان فيه شيء قدر فمع ذلك يجهد هؤلاء الإسناديجون الحرفيجون يجهدون أنفسهم ليجدوا مخلصا لاستعمال هذا الماء ولكنهم لا يقبلون هذا الماء النبيذ هذا الماء النقي الشهي الطيب لأنه كيل عنه نبيذ فليس ماء بل هو نبيذ سبحان الله يا للغراضة يا للعقول هو ماء مطلق طيب جعلت فيه بعض العنابات أو بعض التمور أو مثل ذلك حتى إذا بقي لمدة قد يسري بعض الحلاوة في الماء هذا ما يران والماء أصبح أفضل وأحسن وأشهى فليس النبيذ إلا ما نبد فيه تمرات وعنبات أو مثل ذلك وهو أصلح ماء ماء للوضوء إذا كان يمكن به الوضوء لرقته وصفائه وطيبه ولكن الطبيعة المنغلقة المعقدة لا تصبر حتى تثير مسائل المسكر والماء المتغجر والمطبوخ وغير المطبوخ والرقيق والغليظ وليس هذا الحديث محله إطلاقا لأنه يتوضع منه وماء سيال لم يتغير منه شيء إلا أنه قد يمكن أن يوجد فيه بعض الحلاوة القليلة جدا فهذا لا يغير طبيعة الماء وإذا غير شيئا من اللون فلا بأس لأنه شيء طيب زاد الماء الطيب طيبا ولكن المشكلة العقول المنغلقة لا تستطيع أن تفكر في المتون وأن تفكر بحرية حتى تفهم الموضوع المتون الحديثية بل إنما تدقق في الأسانيد أولا وتدقق في بعض الصفات في بعض الأوصاف التي لا تغير أمرا وقد روى هذا الحديث أربعة عشر رجلا عن ابن مسعود رضي الله عنه وسماهم الإمام العيني في عمدة القار انظر المجلد الثالث الصفحة المئة والثمانون وصرح العيني بأن جهالة أبي زيد الرابي عن ابن مسعود هنا لا تقدح في ثبوت الحديث فله متابعات وما الذي في الحديث حتى يتصدى له الجارحون والمعدلون والدائرون في فلك الأسانيد والحديث ثابت والمضمون ثابت وكل ما فيه طجب في طجب والطهور في طهور ولكنه المزاج النفسي الخاص الذي يتكفن بعقلية خاصة لا يهدأ أن يقول هكذا يقول الحرفيون والذين يسمون أنفسهم أهل الحديث يقول لم يذكر العيني أسانيد هذه المتابعات حتى يعرف حالها وأنها تصلح للمتابعة أملا ولا يكفي تصحيحه لبعض تلك الأحاديث لأنه ليس من أهل هذا الشأن فلا يعتمد على تصحيحه عبدان يا للعجب يا للعجب ذلك الإمام العيني شارح صحيح البخاري الذي دقق في الأحاديث وشرح الأحاديث شرحاً مستفيضاً دقيقاً عميقاً فقهياً عظيماً يا للعجب نقل العيني الأسانيد ونقل كلام المحدسين وأحال على المراجع ولم تكن القضية تحتاج إلى هذا القيل والقال ولكنه أراد الاحتجاج لمذهب أبي حنيفة فبحث وأفاض وهو من أهل هذا الشأن بل هو فوق أكثر من جاء بعده بمكان والله المستعان وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وحديث علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه لم يكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض حديث أبي زيد فقد كانت هي ليالية متعددة كانت ليالية اللقاء مع الجن ليالية متعددة لم يكن في بعضها وكان في بعضها والجمع بين الروايات أفضل من التفريق والمعارضة قال العلماء الأحنام وقع ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجن في مكة ثلاث مرات لم يحضر ابن مسعود أول مرة منها وهي التي نفى ابن مسعود حضوره فيها وجاء في رواية مسلم وحضرها في المرتين الأخريين مرة بالحجون جبل مكة ومرة بأعلى مكة فقد غاب عليه السلام في الجبال فيها ووقع في المدينة أيضا ثلاث مرات منها واقعة بقيع الغرقد قد حضرها ابن مسعود كما رواه أبو نعيم في دلائل النبوة انظر المرعاة المجلد الثاني الصفحة المئة والثمانون ومعلوم أن الجن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حضروه واستمعوا لقراءته مرات ومما ذكره الله تعالى في سورة الأحقاف وفي سورة الجن ومن المعقول والمفهوم جدا أنه كانت لهم به لقاءات منها ما سبق ذكره في الإسطنجا وأنه على طلب منهم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من استعمال العظم والروث والحمامة للاستنجا وقد قال ابن قتيبة إن الرواية الصحيحة التي هي في مسلم أن ابن مسعود قال لم يشهدها أحد غيري فسقط لفظة غيري من الرابي هكذا وقع يقول ذلك ابن قتيبة في كتابه مختلف الحديث في الصفحة مئة وتسعة عشر إذن علمنا من ذلك أنه لم ينفي حضوره في تلك الليلة أيضا بل قال لم يشهدها أحد غيري فيمكن أنه كان هناك مواقع أو مناسبات حضر ليلة الجن غير ابن مسعود أيضا ولكن هنا كان هو الوحيد والنبي عليه الصلاة والسلام أجلسه في مكان بعيد ودور عليه دائرة ثم بعد ذلك توجه إلى الجن وسمع منهم وتكلم معهم فهكذا كان الأمر وعلى كل حال فإن رواية أبي زيد ثابتة والنبيذ أي الماء الصافي المطلق السيال الذي جعلت فيه تمرات أو عنبات لا بأس باستعماله للوضوء إذا كان يتوضع به يعني لم يصبح ماء لزجا أو بحيث لا يمكن الوضوء به لأنه أصبح مالحا جدا بحيث يصبح ويلتصق بجلد الإنسان إذا كان الأمر هكذا فلا شك أنه لا يمكن أن يستعمل ولكن إذا كان الماء على حالته وفي الماء بعض التمرات حتى سمي نبيذا ولكن هذا النبيذ يصعب وهذا النبيذ يمكن أن يتوضع به فليس هناك شيء مما يحيله العقل أو يحيله الشر والنقل فإذا لا يبقى بعد ذلك إلا التعلق ببعض الأسانيد دون بعض الأسانيد وعدم النظر في المتون وعدم المقارنة بينما يتطلبه العقل المسلم وبينما يتطلبه الحديث فعندما يقع الإنسان في حالة اضطراب اضطراب نفسي بحيث لا يستطيع أن يصل إلى معنى الحديث عندئذ تقع مشكلة لأمثال هؤلاء الحرفيين اللفزيين الإسناديين المنغلقين نجان الله تبارك وتعالى من هذا الفكر المضطرب ومن هذا الاضطراب النفسي وشرح لنا صدورنا لفهم القرآن والسنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين